أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي المعار إلى نادي ألطاي التركي بيصابك الزمن من أجل البحث عن عرض احتراف خارجي لينقاذه من التجميد حال العودة إلى النادي الأهلي بصوا قصة إيه؟ قصة أن الدولة التركية هينتهي بنهاية مايو الجاري وبعد كده أحمد ياسر ريان المفروض يرجع للنادي الأهلي مش هينفع يتأيد في النادي الأهلي إلا في شهر أغسطس بعد انتهاء الموسم في مصر وده معنى إيه؟ معنى أنه هيقعد ثلاث شهور تقريبا وممكن أكتر دون أن يلعب كرة القدم فالحل إيه؟ الحل أنه الأهلي إما يوفق له على أعارة جديدة في ناديه التركي أو يروح يسوقه في نادي آخر أو هو يسوق نفسه لنادي آخر عشان يعرف يلعب كرة ما يعودش مجمد كده ثلاث شهور دون لعب كرة القدم وبصراحة هي لغبطة بصراحة اللغبطة في الكرة عندنا هي اللغبطة الدانية كان لسا مبارح بنتكلم في موضوع أن الفرق كمان اللي صعدة من الدرجة التانية للدولي المصري الممتاز الفرق دي اللي صعدت خلاص اللي فضلها مطشن وخلاص هيعودوا لحد ثلاث شهور عشان يلعبوا في الدولي الممتاز فأمور صعبة جدا لغبطة في المواعيد وإحنا بعيدة عن اللي بيحصل في العالم فتيما بيبقى فيه لغبطة في موضوع الإعراض والبيع إن شاء الله الأمور دي تتزبط الفترة اللي جاية مع رابطة محترمة ورابطة الاندية المصرية بيرس تاو عاد لقائمة منتخب بلاده جنوب أفريقيا استعدادة لمواجعتين المغرب وزنبابوي في تصفيات كأس العالم كأس الأهم الأفريقية 2023 تاو تغلق في الفترة الأخيرة مع النادي الآلي خصوصا في مبارتاي وفاق ستيف بعد مسجل هدفين وصنع أربع هداف لزملاء والأمر اللي دفع البلجيكي هوجو بروس لضمه بعد غيابه الفترة المضاية عن منتخب جنوب أفريقيا بسبب الإصابة قائمة جنوب أفريقيا كمان شاهد أيضا تواجد لقائي فاخر لقائي لعب بيراميدز في قائمة جنوب أفريقيا